قناة الأنس الفضائية ويحلو الأنس مع قناة الأنس كيف أطيع الله تبارك وتعالى وأشكره على هذه النعمة نعمة النطق والبيان كيف أقابل هذه النعمة بالشكر أقول لك أخي الحبيب وأقول لك أيتها الفاضلة الكريمة حفظ هذه النعمة العظيمة وهي نعمة النطق والبيان يكون بإمساك اللسان وكفه عن الكلام إلا فيما فيه خير شكر الله على هذه النعمة يكون بحفظ اللسان وإمساكه وكفه عن أي كلام إلا ما كان فيه خير إلا ما كان من الكلام نافعا للعبد يسره أن يلقى به ربه تبارك وتعالى إذا حدثتك نفسك أيها المسلم وأيتها الفاضلة الكريمة إذا حدثتك نفسك بأن تتكلم بكلام ما أن تنطق بشيء ما فتأمل فيما تريد أن تنطق به من الكلام تدبره جيدا فإن كان ذلك الكلام تحب أن تلقى به ربك يسرك بين يدي ربك تبارك وتعالى وتفرح به فانطق وتكلم فهو خير إن شاء الله تعالى وإن كان ذلك الكلام يضرك أن تلقى ربك تبارك وتعالى به لا تستطيع تستحيي أن تلقى ربك جل وعلا وقد تكلمت به إن كان الحال كذلك فأمسك عليك لسانك كف عن الكلام فتكون حينئذ موفيا حق هذه النعمة شاكرا الله تبارك وتعالى عليها إذن فالحاصل أن شكر الله عز وجل على نعمة النطق والبيان إنما يكون بأن نمسك هذا اللسان هذا العضو الصغير وأن لا ننطق وأن لا نتكلم بكلام إلا إذا علمنا أنه يسرنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى قال جل وعلا موجها وهو يوجهنا لهذا المعنى ويرشدنا إليه قال تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين المتقين قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا